يلا نقوم نصور فيديو يوتيوب يلا ها هلا بقوم يلا ها بس نستطيع ها موضوع الفيديو اليوم عن الانضباط الذاتي انضباط الذاتي لازم لازم شتحالي وقوم لك هم يلا يلا ها يلا يلا ها ها يلا خلاص صديقي يا هلا وغلا الانضباط الذاتي ما لازم عرفون عن حالي اول شي اذا كنت اول مرة بتشوفني انا محمد الجشي بروح عن قلبك وبغزيلك ادماغك بشوية معلومات قيمة ويلا لاتس جت ستارتد الانضباط الذاتي نحن بالفعل معجبين بالاشخاص يلي بيتمتعوا بهبت الانضباط الذاتي لانو مهما كانت اهدافك من بداي مشروع تجاري لكتابة رواية لالالتزام بنظام غذائي جديد رح يكون الانضباط الذاتي هو العنصر المحدد اذا كنت رح توصل له هذا الهدف او لا ولكن الانضباط الذاتي دايما مفهوم بطريقة خاطئة بعيد كل البعد عن حقيقته معظمنا منفكر انه الانضباط الذاتي هو الصفة الثابتة بشخصيتنا معتقدات خاطئة متعلقة بهيدا المفهوم اذا ما قدرنا نفهم حقيقتها مش رح نقدر نحافظ على الالتزام بحياتنا بدون ما نحس بالضغط الانضباط الذاتي يا صديق الغالي بتعلق بالعادات اكتر ما هو بالجينات معظم الاشخاص بفكروا بيولد مع الانسان كتير منسمع بحياتنا ما شاء الله فلان ارادته شعوية وهيدا اكبر خطأ بيقع فيه معظم الناس اصحاب الارادة الحديدية بينظرنا هن بالحقيقة ما بيلجأوا لهيدا الارادة ليكونوا منضبطين بحياتهم السلاح السري يلي بيستفيد منه معظم الاشخاص المنضبطين هو التصميم البيئي او بمعنى اخر محيطهم يلي عايشين فيه الفكرة الاساسية هي انه بدل ما تجبر حالك تقوم تحقق هدفك من الافضل بانك تصمم جو وبيئة مواتية لهيدا الهدف بتجبرك وبتخليك لا اراديا تقوم تشتغل على هيدا الهدف على سبيل المثال يا صديقي اذا كنت حابب تدرس لفترات اطول كل مال تحصل على معدل اعلى فبدل ما تعتمد على ارادتك لتحمسك تقوم تدرس اختلق جولة دراسة وحط حالك فيه فنجان قهوة كرسي مريح اضاءة مناسبة وموسيقتك المفضلة او حتى علق على الحيطان صور لاشخاص نجحين او عبارات تحفيزية سمم محيط ملائم للدراسة والتركيز بيخليك تقوم تدرس بدون ما تحس حالك مزعوج معظم المنضبطين ذاتيا نصرحوا بانن ما بيمتلكوا القدر من قوة الارادة يلي الاشخاص الخارجيين بيشوفوهن فيها وبيقولوا بانه قوة الارادة ما هي الا خيط عن كبوت هش كتير وبتخزلنا بمعظم الاحيان فبدل ما يعتمدوا عليها بيابدعوا بطرق اخرى لحتى يبقوا بحالة التركيز والالتزام يلي هن فيه فكر بقوة الارادة مثل مكابح الطوارئ يلي بالسيارة او فرام الايد يعني شي كتير منيح انه يكون موجود بسيارتك بس رح تفوت حوادث كتير اذا اعتمدت عليك كطريقة اساسية لحتى تخفف سرعتك لهيك اذا كنت حابب تصير اكتر التزام واكتر انضباط سأل حالك سؤال صغير كيف بحقق احلامي اذا ما كان عندي ولا اي قوة ارادة بعرف اشخاص بيربطوا النشاط الصعب يلي المفروض عليهم يعملوه بعادة اخرى بترفع السعادة عندهم فبيربطوا الدراسة بالموسيقى او بسماع القرآن كل ما يكون بدهم يدرسوا بحطوا اغاني بترفع من سعادتهم ومنطقتهم وبيقوموا بيدرسوا فهيك ما بحسوا بتقلت دراسة لانه ربطوها بعادة تانية حلوة عادة خاطقة تانية معظم الناس بيقعوا فيها هو انه ينتظروا الحافز او الدافع لحتى يقوموا يقضوا شغلهم ومهامهم الاشخاص اصحاب الانضباط العالي بيشوفوا الحافز كرصيد اضافي شي حلو انه تجينا هايدي شعلة النار جواتنا لنقوم ننجز ونشتغل بس ما فينا نعتمد على هايدي الشعلة يلي بمعظم الايام مش رح نحصل عليها الشعور بالالهام والتحفيز لنقوم نروح على الجم او لحتى ندرس او لحتى نخلص مشروع معين شعور كتير حلو وكلنا منحبه مايروح ويضل معنا دايما لانه بيخلي القيام بالاشياء الصعبة سهل نسبيا وهيدي السهولة اللي منحس فيها وقت يكون متحمسين خطيرة جدا لانه منصير منحس انه ازا ما حسينا بهيدا الاندفاع والتحفيز مش رح نقدر ننجز المهمة اللي عملناها مبارح ونحنا متحمسين ومنقضي ايام وايام ونحنا نطرين هيدا الحافز لحتى يجينا وبهيدا الوقت منكون نخسرنا بقية الاهداف يلي كان عنا ياها وبتتلاشى احلامنا شوي شوي وهيك منكون نخسرنا كل شي ما بيقع يا صديقي اصحاب الانضباط الذاتي بهيدا الفخ لانه بيعرفوا الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين المشاعر والعمل بالحقيقة العلاقة بين الشعور والعمل هي علاقة ترضية بامتياز فكل ما زادت المشاعر زاد العمل وكل ما زاد العمل اتحسنت المشاعر يعني يا غالي وقت لبتحس بمشاعر جيدة هيدا المشاعر بتساعدك تقوم تقوم باشياء صعبة وانك تعمل اشياء صعبة رح تحسسك بالرضى عن حالك وبالتالي رح ترفع مزاجك ومشاعرك وبتخليك متحفز تقوم تعمل اشياء اصعب واصعب بس كرمال ما يضلوا المنضبطين تحت رحمة المشاعر الجيدة اللي حتى تيجيهم بيتحيزوا للعمل اكتر ولا جميلة المشاعر انا بشتغل وماني ناطر هيدا المشاعر اللي تجيني اصلا وكان نتيجة طبيعية بس خل الشغلي هيدا المشاعر رح تجيني وبهيدا المعادلة انا كل ما اشتغلت شي معين انجازي لقلو رح يحمسني اقوم اشتغل اشياء اصعب وبهيك انا اذا بلشت بالمشاعر الموجودة معي حاليا بعمل شي بسيط وسهل رح اتحمس اقوم اعمل الاصعب فالاصعب هيك لوصل للعمل الصعب يلي كنت ناطر هاو ديك المشاعر الجياشة لحتى تيجيني لقوم اعمله معادلة بسيطة اشتغل السهل بالطاقة والمشاعر الموجودة معك حاليا وبتوصل للصعب وانت مبسوط وبدون ما تحس بالضغط تيار مستمر من التحفيز من خلال اتخاذ اول خطوة بدون ما ننطر اي مشاعر انه تجينا نحن صحيح ما فينا نوثق بمشاعرنا ولكن هيدا ما بيعني يا صديق الغالي انه ما لازم نسمع ونوعى لمشاعرنا بالواقع الشي اللي بيربطنا باهدافنا هو المشاعر طموحنا لمشاعر نشفة الوصول والنجاح هي اللي بتخلينا نتعب ونشتغل اساسا والاشخاص الشديدي الانضباط دايما بيكونوا على اتصال بمزازهم ومشاعرهم وأحسيسهم وعواطفهم بس ما بيخلوها تحكمهم بعرف شخص بيسمع موسيقى حزينة وعاطفية وهو بالنادر الرياضي استغرفت للصراحة منه وقت اللي شفته هايك لانه معظم لاعبين كمان للأسسام او لاعبين للجام بيكونوا عم يسمع اغاني صاخبة وحماسية فوقفت سألته عن سبب سماعه لهيدي الاغاني بيقل بصراحة هيدي الاغاني افضل من مليون ظنية حماسية يا زلمي وبتعطيني طاقة مش طبيعية بس اسمعها حكيه دليل قاطع على ارتباط مشاعر الانسان ومزازه بالعمل بس في نقطة تانية هون من الواضح يا صديق الغالي انه هيدا الشاب عم يمر بأزمة عاطفية شوي صعبة بس العنصر الثابت بالموضوع هو انه ما وقف نادي وما سمح لهيدا الازمة اتأثر عليه وتخليه بطل يروحها النادي يعني بمعنى اصح الانضباط بيرتبط بالمشاعر والمزاز بس ما بينحكم فيهن يعني ما لازم نسمح لمشاعرنا تأثر على عاداتنا اليومية وبنفس الوقت ما نتجرد منا ونظلنا مرتبطين فيها لانه منا منستمت طاقتنا بس فيه مشاعر من الضروري انه نتجاوزها ومنعي رأي اهمية على سبيل المثال احتمال تكون انت حاطت براسك تروح لعند مديرك بالشركة وتقول له انه يزيد لك راتبك ويعطيك الراتب يلا انت بتحس حالك بيستحقه بس قبل ما تفوت تدق بابه اجتك هيدا المشاعر المناقضة لكل هيدا الحكي عم تقول لك انه ازا انت فت لعنده رح يصير شي عجيب وصير غريب وراح تنفجر المكتب وراح يصير اشي كتير صعبة ما تفوت لعنده بهيك حالة ما المفروض نتخلي المشاعر تسيطر على قيمنا وافكارنا وقراراتنا بكل اختصار ازا كان بدك انضباط خلي علاقتك بمشاعرك علاقة شك ومسائلة دائمة اسمع لمشاعرك بس قوعة تتلقى الاوامر منك معظم الاشخاص يا صديقي بيعملوا كل شي يقلنا عنه قبل وببلشوا بالعمل على تحقيق هدافهم وبشكل فجائي بتلاقيهم وقفوا كل شي وبطلوا ينجحوا وبطلوا يحققوا اي هدف ورجعوا لحياتهم السابقة وكنتيجة طبيعية جفاف بحر الامل عندهم باكملوا لانه بكل بساطة يا صديقي خافوا من النجاح حرفيا خافوا من فكرة انه ينجحوا المنضبطين يا صديقي بيرقزوا على الجهد وليس النتيجة بيقدروا يحرزوا تقدم ثابت ودائم باتجاه هدفهم لانه ما بيقضوا كتير من الوقت عم بيفكروا بالنتيجة عرفوا نتيجة يلي رح يعملوه من وقت ما قرروا يعملوه ومن وقته وقفوا تفكير مفرد فيه وبذل هيك ركزوا على افعالهم وعالاشياء يلي قادرين يتحكموا فيها ويسيطروا عليها اشياء اذا تم تنفيذه باستمرار ومع مرور الوقت من المحتمل انه توصلوا لهدفهم المنشود او النتيجة المرجوة بيعرفوا كتير من يحكي فيبنوا علاقة صحية مع السيطر على افكارهم ما بيقدروا يسيطروا على نتيجة الهدف كل اللي بيقدروا يسيطروا عليه هو الجهد المبذول باتجاه هيدا الهدف قضاء كتير وقت يا صديق الغالي باحلام اليقظة رح يلهيك على الوصول لهيدا الاحلام افضل موقف ممكن تتخذه تجاه النتيجة هو تعيينة ونسيانة نسيانة يعني العمل عليها ما تهدر طاقتك على اشياء ما بتقدر تتحكم فيها شاركني برأيك بالتعليقات يا صديق الغالي واذا عجبك الفيديو ما تنسى تنضم لعائلتنا عن طريق الاشتراك بالقناة وما تنسى اذا استفدتوا حباية المحتوى تعمل لنا لايك واذا كان عندك اي استفسار عن الموضوع رسلني على حسابي على انستجرام يلي عادة بترك بصندوق الوصف وهلأ سلام